نذكرش في 2018 عن تلكلمة الحامل همامي آآ فم بيان اصدر عن 146 قيادي جاهوي يعني نتذكره مليح في تلك الفترة ضمن قرار مقاطع للمؤتمر بسبب معتوب رابي بيروقراطية في التسيير وغياب الاساليب الديمقراطية في ادارة الاختلاف وكان القطرة التي افاضت كأس الخلافات هذي الكل صار في حزب العمال لا موش زعيم زعيم محامل همامي لا موش 146 لا لا خلنا 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 لا لا سمعني منا جاوبنا را ووقتها شوف شوف تينا نعرف كيش كون قاس دراي ثم بعد عناصر وقتها قليلة خرجت اما خلينا شو كفاش انا راني في السياسة اعتقد وانه الحاضر اهم اللي فات راو اذا مش نبقوا ننوحوا نبكوا على اللي فات اما نقيموا حزبنا قيمنا فعلا فعلا عنا مسئولية في اللي صار خي ما شبك معنيش مسئولية الجبهة الشعبية كارهم لا فينو 16 حاجتين كنت نحكي معي يما راوك النقاش يدخلوا في الحكوم من دخلوش نقاش سياسي على البرنامج والتاكتيك الوصر يما راو صار في العلن يما را يتحلت او نعتيك الرسمي الشي اللي يخلى من بعدش يتقال اه راي سيرعان تعز عاماتك تسمحت او اي سيديه الخلاف اليوم اللي موجود في الوطن الموحد سيرعان تعز عاماته واحد يساند قيس سعيد جناح يساند قيس سعيد وجناح لا يساند او عنده موقف معناها نقدي القضايا كانت قضايا سياسية واحنا بيدخلنا منها درس لان الجبهة الشعبية نجم وقولك هليش وصلوا حتى الناس يقولوا ولها ولات كينها مسيستام في الوقت رسالة بعثناها الجبهة الشعبية في سبتمبر الفين وثمونتاش قلناه المؤلف ان الجبهة الشعبية ستنتهي الى فشل ذريع وانتهت وانتهت وتعرش عليش وانت عليش ولات تقريبا تقريبا مشتولي كان في البرلمان اما خلنرجع البيه الفايدة خاطر بالنسبة لي انا الناس التقدمين وديموقراطين وقطلع هتلر مبقاوش يندمو على حظها من التالي توش مش نعمل توش سامحني اه معز وين الخطورة اليوم عندك فعلا عندك رئيس اه شعبوي رئيس بين ظفرين لانه هو بنسب لي هو خليفة هو سلطان هو سميه اش مش سميه ولا لا بيسدد ضرب كل الاسس انتعى الديموقراطية اصص في انها المساواة وفي نفس الوقت وهنا من حب نوصل الخطورة هو راهو بجزء من المنظومة جزء من النظام ولهنها نحب نقول للمعز حاجة خي سيف دين مخروف كيت رشح من تخبات الشريعية اش كان في الورق انتا عم ياتيك الصح اه رشد الغنوش يشجال مش قيل عطيناها اكثر من الاعتات وحركة الناهد من اعتات واللعب فتاح مورو وهذا صحيح هو جاء في النظام ايما بعد قول غلطنا فيه لا سمحني لا سمحني حتى هتلر زادة قال غلطنا فيه راهو ضرب اليمين الصراع في وسط اليمين هذا الصراع في وسط اليمين راهو من طبيعتي هلا الانسان المستبد في امتينا هذا لكن في نفس الوقت نحب نلاحظ حاجة يحب يبدل الشكل انت على السلطة هو من الرد بالنا ويضرب المكتسبات الديمقراطية لكن اللي بيها الفايدة ان نحب نجيه لهنا الاقتصاد هش عمل فيه يختلف على حركة الناهدى يختلف على الماجي قايد السيمسي واصل في نفس الخيارات الاقتصادية الاجتماعية بل بالعكس زاد عمقها اكثر وصلنا الى حالة من الهواني نعطيك حاجة يوسف الشهد واللي قبله كانوا خايفين بش يمشون في الاجراءات مثلا انت على صندوق ونقد الدولي هالاجراءات هاليا هو لا ما شايفيها الاخرى والحب نعطي لهنا لا عمرنا عرفنا سيد الاريس حكومة الاريس حكومة لا سمحني نكمل نقطة لا لا من ناحية المديونية خفت فاتت مية في المية من نتج الوطني الخام من ناحية الهبوط انت على دينار من ناحية التذخم من ناحية البطالة هاو الجواب انت قايد سعيد هيت جاوبني على مليون بطالش من قد ملهم الشباب مش عيتها تتعنق فيه وتبوس فيه وتقولوا مش نالجالكم اخي الفصل ثمانية وثلاثين القانون ثمانية وثلاثين اذاك اللي ناحية مش جالهم تمام سيدة في سوسة توا عام لا اا اا اعتسام جالهم وقتها اشتعطيك ما اخي ما اكثر عدلا جالت عدل في حاجة واحدة خلاني بكل بطالة لا سمحني اربعة ملايين وزير الشؤون الاجتماعية اربعة ملايين فهمت منها فقير الا النقص انت على المواد ايه اعتيني شوى الحل اللي يجيبوا خلينا نكمل الفكرة بلايه معز مش يخضوا اا مليار فاصل تسعة من عند واحد فاصل تسعة مليار دولار قديش على قديش على ثمانية اقصات هكو الليه على اربعة سنين على اربعة ثمانية وربعين شهر وهو ما في عام سناه هاوصل الاسهل اللي يجب نجاوبها في عام سناه سيموعز من هنا ديسمبر مطالبة بخمسة وعشرين الف مليار مليم فيها مطمتاشن الف مليار اللي يجيب اللي يجيب يجو من برة سمحني سمحي والحاجة الاخرى راكم ماشين في عام تات وعشرين خمسة وعشرين الاقصات الكبرى من القروض الاجديمة جاين مش نحطها اذا هذا عليش انا قلت الاستبداد وقاعد يفقر فهمتي منها في الناس ومش هذا بركة ويغرق فينا قيس الصعيد في التبعية للخارج اقولي الشعبوية ايه مش للفرسين مش خيانة عظمى للتطبيع تقولي فرنسا ما هيش شعبوية وقت وقت نشوف انا قيس صعيد يبوز في ماكراو مكتفو لأول مرة تبور جيبة كان يحارب يقول فرنسا استعمرتنا هكا والله ويطالب وقت الناس طالب التعويض هنا على الاستعمار والتنديد بالاستعمار كما عامل الجزائر قيس صعيد اش قالوا قالوا السلوي كيس اكسكوز ساكوز ونحنا كنا تحت حماية بالتالي بالنسبة لقيس صعيد اللي اللي توازي يفهموه اليوم انه رو مش مش يدمر الحياة السياسية بركة ويرسل واستبداء وان ما ريزادا الاقتصادي والاشتماعي والشعب بينما الحيطان الكبيرة جاعدة التعبي والليوم جاعدة وتعبي ولا تمس فساد ولا حتى تطلب الحكومة لا تعمل على الصلح الجزئي.そلح الجزائي اهل الشركات الاهلية. هدي مش يدمر بها. ليش القايص ري Magnum مش يبدل بها انهessä اقتصاد. ما يهموش. سمعتوش يقايص ريحكي للشعب على مشاكله. يعطيهم في برنامج. هل فيش نواجهة احنا في حزب العمال هان اغراء تقول لي شعبوية هان اول اول نقطة نحنا اطرحناها. علش ما تعلقش المديونية لمدة ثلاثة السنوات? وهو حق من حقوقك. والفلوس انت على المديونية دي كنت بيش توظفها. حق من حقوق. ارى انا نجم ندخل نادي باريز وراه ونجم معناه. لا 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 تتعرفش علش? حتى هذة ينجب يكون ختاب شعبوي راه. لا مش عمرة. خنبين لكن يوم هوش ختاب شعبوي. نمشي وما خلصوش ديونة وندخلو نادي باريز ونخف عدفلس. تطلب لا تطلب. تطلب التعليق. هاو مش نقول لك سي بشتفهم لي وما هوش ختاب شعبوي. ارجع عنا رجنتين. كيفاش وصلو زوز ارقام سي معزة تعتنمية. وقت يجمد وقت يجمد المديونية. سمحنا النقطة الثانية نحنا اطرحناها. وقول هاليا دي هي الشعبوية لو لم هي الشعبوية. عليش ما تعملشي. واني قلت رو تعليق المديونية. وبتفاوضوا دول المدة تاسية. سعب الشعب يجع. سمحني النقطة الثانية. عليش يا سيدي القطاع على هذائي غير المنظم. عليش ما يحبوش يمسوه. ياسي معزة وخمسين في المياه. الاقتصاد غير منظم. رو معناها خمسين ستين مليار دينار قاعدة دور. اش بهم يحبوش يمسوها. خليني دور. وحلو ما جرع. اش حبيت شو معناها راه الاستبداد والتفقير والتبعية.